السلام عليكم شباب نتحدث عن البيب والدكت نتحدث عن البيب والدكت لأنه نفس المبدأ البيبات التي نستخدمها للفلود يكون سائل غاز والدكتات خاصة دكتات التبريد يمكن أن يكون الخاص بها يمكن أن يكون دائري أو مثلث أو مستطيل في حين البيب غالباً يكون دائرية إذا أجي أريد أن أطبق الماس كونتينيوتي قطعاً لا تساوي الكتلة الداخلة تساوي الكتلة الخارجة وإذا أريد أن نطبق الانيرجي كونتينيوتي وهي قانون أول ثرمو دايناميكس هنا ستكون مجموعة أمور أولاً الورك يساوي صفر منتهين من عند لي أنه البيب والدكت هي حجم ثابت وكل ما هناك يدخل تدخل الفلود من بوابة ويخرج من بوابة أخرى ما عندنا وورك لكن انتقال حرارة مسألة نسبية تعتمد على طول البايب أو الدكت فإذا كان البايب أو الدكت أطوال كبيرة كان يكون 10 متر 20 متر 1 كيلو متر إلى آخرين هذا قطعاً يصير المسافة الطويلة يزداد بها انتقال حرارة بين البايب والفلود الموجود بداخل البايب أو الدكت والمحيط الخارجي هذا لم يكن معزول لأن أحياناً بعض الدكتات مثلاً ما يتكلم عليها يكون معزولة فمن يقول لي معزولة لكم بشرة نساوي لصفر لكن إذا كان بايب الأطوال قليلة جداً كان يكون 2 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر هذه الأطوال غالباً ما يعني أنا أهمل انتقال حرارة اللي يصير بها هسا قد يسأل أحد يقول أنا شون أعرف هذا الطول اللي يجي بالسؤال هو ممكن أن نحسب له هي تترانسفير لو نهملها طبعاً من تكون أطوال متر وفوق يعني أطوال واضحة المعالم فهذه قد يصير بها تبادل حراري ما عندي مشكلة بها هذه الأشكال اللي يصير عندي بالأطوال القليلة اللي هي بالسنتيمترات هنا أنا ما يخليك ما يسوي كونفيوز عندك بالسؤال لازم يوضح لك هل إنه المنظمة معزولة أو مغلقة إذن مسألة الكيو هي مسألة نسبية وتبقى شنو عندي نحن متفقين طبعاً المحتوى الحراري الإنثال بالأجوان الأشش تو ما تتغير لازم تكون متوفرة بالقانون الأول لكن ممكن الارتفاعات يصير عندي إشكال بها فإذا كان البايب أو الدكت بشكل أفقي بمعنى إنه ارتفاع الدخول هو نفسه ارتفاع الخروج وقطعاً الدلتا الفرق بينهم رح يساوي للصفر فعليه دائماً آني الارتفاعات أساويها بالصفر قد يسأل سائل لو كان البايب أو الدكت بشكل عمودي هنا رح يصير الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل أو العكس فبهذه رح يختلف الارتفاعات هنا أيضاً نرجع ونقول إنه حسب ارتفاع البايب إذا كان ارتفاعاته عالية قطعاً هذه لازم نأخذها بالنظر الاعتبار لكن إذا من تكون بالسنتيمترات أو نهملها وهو طبعاً ينوه لي بهذا الشيء بالبروبلم اللي يجب ليه السرع أيضاً تساوي صفر لأنه إحنا دائماً السرع هي تكون متساوية بسبب إنه الأقطار ما ديصر عندي تغير بالأقطار أو بالمساحات الخاصة بالكروس سكشن فعليه المعادلة هذه مسألتها نسبية ربما نأخذها بنظر الاعتبار ربما ما يعني نختصر من من عدها لكن الشيء اللي ثابت هو إنه شغل ما بيها وسرع ما بيها بهاي المعادلة نتكلم عن صمام الخنق أو او الصمام هو شكله بهذا الشكل لكن نحن من الرسمة رسمة بهذا الترتيب حتى نوضح الأمور بمعنى إنه البروستس التي تصدر عندي هي بهذه النقطتين السود فإذا نجي نكبر هذه النقطتين نسويها بهذا الشكل أجي أطبق القانون الأول لثيرمو دايناميكس أنا أتكلم عن القانون الأول ثيرمو دايناميكس أنا أتكلم عن المادة اللي داخلة من هذه النقطة وخارجة من هذه النقطة يعني من هذه البوابة هذه اللي هنا إلى هذه البوابة اللي موجودة هنا فلازم نحصر تفكيري هنا ما ينحصر تفكيري بالبيب لأنني لا أشتغل على البيب أنا أشتغل على الصمام اللي يصير عندي هنا قطعاً الفلود اللي يمر هنا هو إلت وعوتلت فما عندي وورك وحجم ثابت انتقال حرارة ربما واحد يقول يصير انتقال حرارة بهذه المنطقة يعني بين الفلود الموجود وبين جدار هذا الفالف لكن هذا الانتقال قليل جداً وغير محسوس بسبب أن المادة سريعة الحركة بداخل هذا الفالف وبسبب أن هذه المساحة كلش صغيرة مقارنة بالتدفق الذي يصير فعليه الانتقال حرارة يساوي صفر ها وين نحن نشتغل بالثروتل السرع والارتفاعات اثنياتهن تساوي صفر هسا ليش السرع والارتفاعات اذا كان افقي فسرع الارتفاعات هي متساوية يدخل بارتفاع ويخرج بنفس الارتفاع واذا كان عمودي خلي نرسم الحالة العمودية هسا هذا راح ارسمه بالعكس بشكل عمودي فحركة الفلود راح تكون إما من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى الدلتا اللي يصير بين الارتفاع الأعلى والأسفل اللي هي المسافة مننا لهنانة هذه مسافة جداً صغيرة نحن نلاحظها هي هاي المسافة اللي أمامنا هاي صغيرة ممكن أن نحملها السرع أيضاً هل يخطرون علمودي هو اسم صمام خنق فعليه السرعة تختلف عنده بالصمام أنا من أتكلم بالة ماذا أتكلم عن النقطة هنا واله هنا قطع السرعة بهذه المنطقة تختلف عن السرعة بهذه المنطقة بسبب وجود الفلف لكن أد thirty if I am a femme أتكلم الحريم أتكلم عن المنطقة اللي هي منطقة الزمام فقط اللي هي بالضبط هذه التي تبدأ من هذه النقطة وتنتهي بهذه النقطة السرعة من دخلتها أنا خلي نطيها رقم على سوى المثال 20 متر بالسكن من توصل إلى هاي النقطة هي تبقى 20 متر بالسكن هسا ربما يكون فرق بسيط بيناتهم لكن الدلتا مالتها يساوي صفر فعليه دائما السرع تساوي لصفر بهذه المعادلة شنو يبقى عندي MIHI يساوي MEHE فهذه مضروبة بالMI وهذه مضروبة بالME طيب أنا بما أنه عندي Mass Continuity تنطبق على Open System اللي هو يعني الكتلة الداخلة تساوي الكتلة الخارجة فعليه أنا رح أختصر هاي الكتلة الخارجة وهي الكتلة الداخلة شنو يبقى عندي الHI يساوي الHE هذه المعادلة اللي أنا رح أشتغل بها إذا كان عندي صمام طيب إذا كانت المادة اللي أنا مستخدمها هي غاز مثالي وإني أعرف أنه الغاز المثالي أقدر أقول مكان الH أخلي CP في الTI فعليه كل مكان الHI خليت CP في الTI ومكان الHE خليت CP في الTI الCP بالنسبة للغاز هي constant لأنه الغاز نفسه وإنه غاز واحد مده يتغير عندي فرح تصفي عندي الTI يساوي الTI إذا معادلتي Energy Continuity أو القانون أول Thermodynamics إذا كانت المنظومة فالف فالف هي تساوي HE أو إذا كان الفالف والمادة ideal gas فراح تكون TI تساوي TE أخيرا بالمنظومات اللي رح ندرسها هي الميكسينج جامبر الميكسينج جامبر غرفة الخلط اللي نساوي بها ميكس على سبيل المثال الخلاط مع الووتر أو الشوار اللي يصير عندي يعني أنا عندي هناك ماء بارد وماء ساخن يدخل يصير عندي ميكس بالداخل ويخرج منه ماء دافئ فصار عندي two enters و exit واحد فعليه اطبق mass continuity اقول MI يساوي ME هذه MI هنا رح يصير عندي أموان زائد M2 خليها بمكان هذي والME هي M3 هذه المعادلة الأولى المعادلة الثانية هي energy continuity لقانون اول ثرمو دايناميكس رح اطبق هذا اجي مباشرة اقول Work ما عندني انه تانك هذا عبارة عن حجم ثابت كل ما هنالك مادة تدخل من هنا وتنخلط وتخرج من الجهة الثانية الانتقال الحرارة هنا دائما بالمكسنج شمبر ساوي بالصفر هي صحيح ما تكون معزولة لكن انتقال الحرارة بسيط جدا لأنه اصلا هي مساحة هذه المكسنج شمبر هي مساحة جدا قليلة والسرعة الماء او المادة اللي تدخل هنا هي سرعة آلية بحيث ما تلحق يصير بها انتقال حرارة مؤثر على حرارة المادة الاصلية الموجودة بالمكسنج شمبر الارتفاع انا ما اتكلم عن الارتفاع هذا السيسم انا ايضا عند انظرنا توب فيو يعني الدخول بالاموان والدخول الامتو هو بنفس الارتفاع والخروج من الامتري هو ايضا بنفس الارتفاع فعليه هذه الارتفاعات متساوية لأنه هي هذه المنظومة افقية لهذا السبب اي ارتفاعات راح يساويها صفر ممكن يسأل واحد يقول هذا البايف مننا راح يروح للدوش الى الامبوب الخاص بالدوش وصير به ارتفاع انا مدى اتكلم عن الارتفاع ما للدوش انا اتكلم فقط على المكسنج القرفة اللي صار بها المكس الخلط بالداخل فعليه بالخلط الدخول والخروج راح يكون بنفس الارتفاع اما السرع ايضا السرع هنا الدلتا ما لا تتساوي لصفر ليش لانه الاقطار متساوية اولا وما عندي قوة يعني مضخة تدفع لي بضغط عالي فعليه اله اله ايضا اساويها بالصفر فدائما تصف عندي المعادلة الام اي في اله اي تساوي الام اي في اله اي طبعا سيجما ليش سيجما لانه مجموع المداخل يساوي مجموع المخارج فعليه مدخلين هنا فرح يصير عندي الاموان زائدا الامتو لازم اضربها بالمحتوى الحراري لانه اتفقنا الى المحتوى الحراري ما ممكن ان نهمله في اي منظومة من المنظومات فأموان في الـ H1 خلينا هنا لزائد M2 في الـ H2 رحش الساويلي M3 في الـ H3 شكرا جزيلا شباب